طيب هل يشترط في إقامة الجمعة أن تكون في بلد أو في مصر جامع من الأمصار يعني هل تصح صلاة الجمعة في القرى في مساجد القرى والعزب والنجوع أم لا بد أن تكون صلاة الجمعة في البلد الجامع أو في المدينة الكبيرة الجامعة والجواب كلا كلا لا يشترط في إقامة الجمعة أن تكون في بلد أو مصر جامع بل تجوز في القرى وفي العزب في النجوع في كل تجمع هذا مذهب الجمهور من الملكية والشافعية والحنبلة بل وقد ذكرت أن صلاة الجمعة تنعقد بثنين بثنين ومنهم من قال بثنين سوى الإمام هذا من رحمة الله عز وجل واستدلوا بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقالوا الآية عامة الآية عامة فاسعوا إلى ذكر الله تشمل المذن وتشمل القرى وتشمل العزب وتشمل النجوع أي تجمع للمسلمين يجوز أن يقف أحدهم وأن يخطب فيهم خطبتين وأن يصلي بهم الجمعة في وقتها استدلوا مرال بخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كانت في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين اسم قرية جواثة اسم قرية أو اسم حصن وكانت تطلق على مجموعة قرى الآن أو مجموعة مدن الآن كانت جواثة من البحرين تطلق على البحرين وعلى الأحساء وعلى القطيف شرق المملكة ويقع مسجد عبد القيس الآن في الأحساء فالنبي عليه الصلاة والسلام بأمر منه جمعوا في هذا المكان في جواثة وهي اسم قرية أو حصن كما ذكرت فدل ذلك على جواز إقامة الجمعة في القرى لأن هذا المكان كان في قرية من قرى البحرين فلا يشترط أن تكون الجمعة في الأمصار فقط وإنما في المدن والقرى والعزب والنجوع وفي كل تجمع ولذا لا يشترط أيضا أن تكون في البنيان لو كانوا مجموعة في خلاء مثلا يجوز لهم أن يصلوا الجمعة لا يشترط إقامة الجمعة في البنيان هذا ماذا بالإحناف ماذا بالحنبيلة فالأصل عدم اشتراط ذلك ولا نصف اشتراط ذلك ترجمة نانسي قنقر